بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نصول الله. ان شاء الله الان في الجزء الاخير في فصل الثالث توق الارشاد النفسي وان شاء الله الان هنتكلم على الارشاد الدين. والارشاد الديني طبعا بالنسبة لنا نحن كمسلمين ان شاء الله فعندنا الوازع الديني بيؤثر بطريقة مهمة جدا في حياتنا ولها دور كبير جدا في تخلصنا من كثير من المشكلات اه اذا كانت مشكلات اجتماعية ونفسية او اسرية والفكرة في هذا الموضوع ان الدين عنصر اساسي في حياة الانسان في حياة اي انسان الدين ده عنصر اساسي. ولو اتكلمنا عن التربية السليمة لو هي قائمة ومتماشية مع الدين فان شاء الله ستكون تربية ايه سليمة في اه حد ذاتها مع الابتعال عن التعصب والايه والمشكلات التي تحدث عن طريق ذلك. طبعا يطلح مضمونة هو التربية الدينية وان مضمون وقوامل الارشاد هو مساعدة الفرض لتحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية. احنا عن طريق عن طريق الارشاد الديني يبقى نحاول ان احنا نحقق التوافق النفسي والصحة النفسية. وان الصحة النفسية تشمل السعادة في الدنيا اه والدين يعني ان الصحة النفسية مش فقط لغير بما تعطيه الدنيا ولكن الدين له دور كبير جدا فيه شعور الفرض بالصحة النفسية والسعادة. وبالتالي يساعد الارشاد الديني فيه تخفيف من وضود الفعل. الارشاد الديني له جانب كبير جدا من تخفيف وضود الفعل المصاحبة لعاقة الطفلة. وجينا تكلمنا عن طفل معاق وتحدثنا مع الاباء والامهات بفكرة معينة خاصة الوازع الديني لديهم ان هذه الاعاقة قضاء وقدر فذلك بيخفف من وضوض الفعل لدى الاباء والامهات القضاء والقدر. بمعنى ايجاب هو تقبل الاعاقة. ان الاباء والامهات يتقبلون الاعاقة اه يتقبلهم الاعاقة ويتقبلهم المعروفك ذاته ايضا ويتقبلهم المعروفك ذاته. والسعي الى البحث عن اسباب اسباب وطرق العلاج والخدمات الملائمة لاعاقة الطفل. يعني احنا كمان هنحاول ان احنا نقدم لهم بقى خدمات. ونحاول ان احنا يعني نساعدهم في ذلك. طيب. في هذا الصدر يمكن استفادة من معالم الارشاد النفس الديني كما حددها حامد زهران. وانا اتكلمت قبل كده ان الدكتور حامد زهران هو واستاذ ويعني مؤسسين الارشاد النفسي في العالم العربي. فهو بيحدد يعني طرق او كيف نستطيع ان نتعامل مع الاعاقة عن طريق الارشاد الديني. اول حاجة وهي الاعتراف. ويحاول المرشد حث حث الاسر على الاعتراف الاعاقة. انهم ما يقبلهم الاعاقة. يعني قبلهم للطفل المعروف ده شيء مهم جدا. واذا كان فيه قبول كان فيه راحة. وعدم الشعور بالاسى والحزن وبعض ايه. اه قد المشكلات التي كانت تنتج عن ذلك. طب الاستبساء. يعتمد المرشد النفس على التبسير الديني فيه تبسير الاسر. بهم. اه يعرفهم اسباب العاقة. ان اه الله يصور ما في الارحم. ويجعل ما يشاء ذكيا. او احد عنده عاقة عقلية وهكذا. اه وكل ده بيعطيهم يعني خبرة او يعطيهم معلومات ان الموضوع مش بسببهم او مش باديهم. ولكن قد يعني يكون ايه قدر ان شاء الله وهكذا. طب التعلم بعد الاستبساء بقى في التعلم. في يسعى المرشد الى الاستشهاد بالايات القرآنية. يبقى كمان هنستشهد بالايات القرآنية التي تحط على تغيير سلوك القصر. يعني بتغير سلوكهم ازا كان عندهم سلوك سلبي ناحية الطفل. لا احنا بنقدم لهم بعض الايات القرآنية التي بتؤكد على ايه? على يعني هذه الاشياء الخاصة بالاهتمام بهذا. الطفل المعاق وهكذا. واكسبوا الاسر كمان مهارات وقيم واتجاهات جديدة. مهارات وقيم واتجاهات ايه? جديدة. اذا انتقلنا الى كمان الدعاء. يستخدم المرشد الايات القرآنية التي تؤكد للاسر ان الله سبحانه وتعالى قريب منهم. يعني ان هم يلتجوا من الدعاء عند الازمات وعند المشكلات. ان ربنا يساعدهم في حل هذه ايه المشكلات. اخر حاجة في الارشادة دي نرى الصب. ويحاول المرشد اقناع الاسر باهمية الصب على الطفل واعاقته. اه دي نقطة مهمة جدا ان احنا نعطيهم بعض الافكار الخاصة بان هما لازم يصبرهم على هذا الطفل. وان اعاقته ده يعني يحاول انه يتعاملوا معاه بحالته اللي موجودة الان ويحاولوا يساعدوه وما يتخلوش عنه طبعا ابدا. وان الصب عاوني نفسي هائل يقل الانسان من الانهيار. امام الشدائد والازمات. وكل ذلك يساعد الاسرة على التعامل مع هذا الطفل المعاق وتقبل اعاقته ومساعدته وحل مشكلاته وتفهم الاعاقة ومحاولة التعامل معها بافضل ايه طريقة ان شاء الله.